الحسن بن صالح تقبل منه أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك والثالث أهرب منه ولا شك أن نصيحة شعيب ابن حرب هي إشارة لأهمية الصاحب كم من شاب تدمرت حياته بسبب صديق سوء وكم من شاب انتعشت حياته وأشرقت بسبب صديق الخير والمثل المعروف يقول الصاحب ساحب لذلك إن كانت عندك صحبة فاسدة تحثك على الفساب وتشجعك على معصية الرحمن من معاكسات وخمر ومخدرات ولا تزيد إيمانك فاهرب منهم دون أدنى تردد فر منهم فرارك من الأجرب المعدي فرارك من المجذوم القاتل فأنت تسير على حافة مرتفع عال هاويته واد سحيق ستخسر بيتك وزوجتك وأولادك إن كنت متزوج ستخسرهم وإن لم تكن متزوجا فأنت تضحي بأهم مشروع في حياتك المستقبلية هل استحق هؤلاء الأصحاب أن تخسر من أجلهم نفسك وزوجك وأولادك ووالديك وفوق ذلك كله تخسر حب الله لك بالله عليك بأي عقل وأي منطق هذا أنت الحكم الميزان واضح أمامك وأظنك ذكي وستفهم واستمعوا إلى هذه الآية العظيمة الواضحة وضوح الشمس التي أمرنا الله من خلالها بمصاحبة الأخيار والتشبث بهم هي وصية الله لنا وصية الحكيم الخبير الملك الجليل الذي قال عن من اتبع هداه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقاه يوجهنا العليم الخبير بكلامه المجيد فيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله هو الحكيم هو أحكم الحاكمين إذا أرشدك العليم الخبير لمصاحبة الصالحين فاتبع حكمته وتمسك بها لتنال السعادة والراحة في الدنيا والآخرة لا يوجد أعلى من كلام الله إذا وجهنا ربنا إلى أمر ففيه الخير لنا الحكيم الخبير أحكم الحاكمين لا تبحث بعد كلام الله عن كلام لا تبحث بعد توجيه الله عن توجيه اتبع واختصر الطريق ورب الكعبة ستفوز وتسعد في الدنيا والآخرة لذلك من أهم الأسباب لصلاح نفسك أن تكون صادقا أنا أريد أن أصلح نفسي لا بد أن تكون عندي بيئة صالحة لا بد أن أتعب وأذهب وأبحث عن الصحبة الصالحة الله يأمر محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجهه ولا تعد عيناك عنهم هذا محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسول الله الله يوصيه بمصاحبة الأخيار الصالحين فما بالك بأنا وأنت لذلك يجب أن نكون صادقين لا يصلح أن أقول أريد أن أغير حالي وأنا الصحبة التي أمشي معهم فاسدين مستحيل صعب لا أقول لك أمشي مع الزهاد العباد لا أنا أريدك أن تمشي مع شاب طبيعي محترم وتربي تربية سليمة يصلي الصلوات الخمس لا يعاكس البنات ولا يمشي إلى أماكن الحرام ولا يحثك على المخدرات إنسان طبيعي وأدب محترم يصلي إذا ذكرت الله معه كان محب لهذا الذكر يتذاكر معك يفرح وليس إذا ذكرت الله شمأز وتأفف منك وابتعد عنك ليس الشاب الذي لا يصلي أين أجد أصدقاء الخير تجدهم في أماكن الخير باختصار في المساجد اذهب إلى المساجد وابحث عن حلق القرآن وحلق الذكر والتزم معهم وستتعرف عليهم اسمعوا يا أخوة يا أخوات اسمعوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال يعني الملك هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل بينك بين أي مصلحة؟ تجارة، مصلحة، مال، أي شيء؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم الله أكبر انظروا إلى قيمة وقدر الحب في الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم عن أبي مالك للأشعري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة فقال أعرابيون حدثنا يا رسول الله من هم؟ فقال هم عباد من عباد الله من بلدان شتى وقبائل شتى لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتباذلون بها يتحابون بروح الله يجعل الله وجوههم نورا وتجعل لهم منابر من نور قدام الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون قال ابن حجر حديث حسن اذهب إلى حلقات العلم في مساجد وتعرف على الطيبين اذهب إلى حلقات الذكر والقرآن يا أختي بعد إذن ولي أمرك واحرصي على مصاحبة الصالحات فالصحبة الصالحة لها مقام كبير عند الله ابحث عن هذه الصحبة وتمسك بها ابحث عن هذه الصحبة وتمسك بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر